موسيقى 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 اشتركوا في القناة اذا مشاهدين الكرام لازلنا معكم في هذه الصورة من هذه الساحة نلقل لكم اللحظات الاولى لوصول هذه الدفعة الجديدة من الغوطة الشرقية المهجرين وصلوا اليوم الى ريف حماء الغرب يتم الان عبر هذه الحافلات نقلهم الى مناطق الشمال السوري الى مخيمات دور الايواء المؤقتة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الواصلين اليوم ضمن دفعة المهجرين حجيلوا تحكينا عن اوضاعكم داخل الغوطة اوضاعنا داخل الغوطة كانت يرسلها من قصف على مدار الساعة ما يخلونا ولا ساعة نهداب من القصف ونقضينا كل الوقت بالاقبية اقبية الابنية والقصف طول الاقبية كمان لانه يضربوا صواريخ ما عهدناها قبل هالوقت ابدا ابدا طيب هل كان هناك تمييز بين مدني وعسكري حضرتك مدني العسكري ابدا ابدا ما في تمييز ابدا لا حتى كانوا يركضوا المدني اكثر من العسكريين لا المجاهدين ما يركضوا عليهم قد المدني وعميات العائلات اللي راحت تحت القصف تحت الردم طيب اش بتحب توجه اليوم كلمي للناس للمجتمع الدولي بعد انتي ما قضيت عشرات السنين من عمرك في الغوطة واليوم طلعت يعني مضينا عشرات السنين بالغوطة باحلام مما كان الا بهالوقت هاد وخاصة هالاربعين يوم اللي مضوا كل العالم خزلتنا وكل العالم عما تطلع او بدينا نوصل اكتر من هيك وعلى كل الاحوال رب العالمين شايف العباد كليتا وكل واحد الله بيحاسبه علىها وعمله لياثروا معنا طبعا الحمد لله السلام يا حج ويسلمك اذا مشاهدين الكرام كانت كان هذا احد المسنين من الغوطة الشرقي تكلم لنا عن الاوضاع الانسانية داخل الغوطة رجل مسن يوجه كلمة للمجتمع الدولي وللعالم ويقول ان الجميع خذل اهالي الغوطة الشرقية الحمد لله على السلام يا حجي اذا مشاهدين الكرام تابعونا في هذا البث المباشر من هذه الساحة بريف حماء الغربي قلعة المضيق وصلت اليوم هذه الدفعة جديدة من المهجرين هي الدفعة الاولى من مدينة عربين وكفر بطنة طبعا بعد الهجمة الشرسة من قبل الطيران السوري والطيران الروسي على الغوطة الشرقية تم تقسيم الغوطة الشرقية الى ثلاث مناطق يوم البارحة تمت السيطرة على منطقة من هذه المناطق وهي حرستة بعد ان خرج منها خمسة الاف مهجر وصلوا الى هذه الساحة في اليومين الماضيين اليوم بدأ التهجير لمنطقة عربين والقرى والبلدات التي حولها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لاحظنا اليوم ضمن هذه الدفعة ان جل الوافدين هم من المصابين نعم اخي الان وصلت 17 باص من المنطقة الغوطة الوسطى عربين زملكة المناطق هاي طبعا الدفعة اللي طلعت هي الجرحة ومرافقينها يعني كل جريح واهله كان في اداعش حالي هذول اداعش حالي خطرات كان ضمن سيارات الهلال الاحمر السوري بالاضافة لوقيت الجرحة كانوا ضمن الحافلات بصراحة الوضع مع الساوي جدا في عدد كبير من الجرحة يعني لحد الان ما انتهينا منهم ما فينا نحصيهم لكن العدد يتجاوز الميتين منصاب لحد الان نعم كونك في لجلية او غرفة تنسيق الاستجابة في الشمال السوري شو عندك عن الاعداد اللي رح تجي في الايام القادمة حاليا في عطوان علم للاخوة من اجل تجمع في منطقة عربين لصراحة ما في اداد لحد الان ظاهرة لانه في عالم لحد الان هي مترددين ورح تطلع الشمال السوري ام رح تبقى في الغطى طبعا من الليلة الماضية كان في تسجيل اسماء لحد الان تقريبا العدد تجاوز 3000 لكن ممكن هذول الاشخاص منهم يتراجع ويضل ضمن الغطى منهم ممكن يطلعوا اتجاه الشمال السوري هل ما زالت الى الان المنظمات المعنية بمساعدة هؤلاء المهجرين قادرة على استعاب هذه الاعداد المنظمات ما هي بتقصير طبعا في تشارك بين المنظمات والمجالس المحلية فيه ان شاء الله تقديم كل ما يلزم له لكن فيه نقص بمراكز زيواء لانه مراكز زيواء صراحي بسبب الدفعات الماضية ما زالت منتلئة لحد الان طبعا دفع اليوم مؤمن ان شاء الله لكن دفعات القادمة ممكن لهذه اللحظة لا يوجد او مراكز زيواء ممكن تستقبلون الله عافية الله عافية الله عافية اهلا بسرعة اذا مشاهدين الكرام نبقى مع هذه الصورة الان لوصول هذه الدفعة من مهجرية الغوطة الشرقية مشاهدين الكرام لقاء اخر مع احد الوافدين ضمن مسلسل التهجير القصري السلام عليكم السلام اخي رحمة الله وبركاته حضرتك عسكري عسكري تحكيني على اوضاع العسكري كيف كانت بالقطاع اللي كنتو فيه والله اوضاع مأساوية كتير يعني ما خلونوا نوع سلاح الى ما استخدموا طيران روسي طيران سوري مليشيات ايرانية وحزب الله مليشيات سورية نابال كلور يعني ما خلونوا شيء لما استخدموا علينا ولا حلو لا قوة لاب الله الاوضاع الطبية كيف كانت عندكم بالغوطة الاوضاع الطبية والدفاع المدني كان معطل تماما من كتر القصف وكذا معطل تماما يعني ما في لا 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 طبية لا لا ما في شيء بنا معطل تماما تحكيني عن اوضاعكم داخل الغوطة في ايام الحصار كيف كانت احوالكم اوضاعنا يعني ما سوي يعني بحيز الواحد بده يسوي اكل لبيته ما بقدر لانه قاعد باقبية وبدك تسوي اكل بدك تطلع دماتك يعني يا بتقدر تسوي اكل تجيب لولادك يا اما ما بتقدر انت وحظك يا تجي عليك قظيفة وطيران يا اما ما بتقدر الحمد لله السلام ، عبر سلامك اعرف حسنا 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 شدرا شكرا مصوير ما عم نصوير هكي بس على اشتركوا في القناة الوافدين سلام عليكم من اي بلد من المرج سلامك يا رب تحكينا عن وضعكم والله الوضع كان نحن ما خفنا عن العسكريين بس كان قصف كتير شديد عن المدنيين وجوع حصار سبحان الله اول ما يجو لهون يعني دغر على الطبية دغر استعبال والولاد على الطبية لان حالات كانت شيء للاطفال يعني انتعبان كتير والحمد لله رب العالمين اوضعكم هونيك داخل الحصار تحكينا عن الوضع كيف كانت داخل الحصار من اغذية من اكل من شرب اغذية ما في كان طحين شعير وهي هي يعني لبن وهي الامور اما ما كان فيه اغذية نهائيا حتى هلا ابني انا دغري هنا وصفوا له معشوق تغذية ارسون شفنا حالات كتير مرضى بهالدفعة يعني هاي دفعة كله مصابين هاي دفعة مرضى ومصابين كله في دفعات تانية رح تجي اي هلا تجي في مدنية كتير كله بدها تطلع من الجوع من الضرب ومن الكذا ما قد لكم بالحصار حاليا اهلا بالحصار سنة سبع سنين بس اما هلا بهاي الحملة صارنا شهر ونص هاي الحملة اللي يعني ما صارت لحد الساعة بقي منطقة طيب بعد الخزلان اللي صار لمناطق الغوطة الشرقية شو رسالتك للمجتمع الدولي للفصائل هلا انا الرسال كي بس لالفصائل هون انه هنن السبب يعني بس لالفصائل اللي داخل اما هداكين مشتمع لا دولي ولا شي ولا بهم نهداك اما رسالتي لالفصائل هون انه هنن السبب هنن سبب الغوطة و هنن سبب سوط الغوطة والغوطة برأبتهم والعالم اللي ضلت هلا هلا تحت الانقاذ كمان برأبتهم الحمد لله الله يسلامك يا عرب الله يزاك اذا مشاهدين الكرام في هذه المقابلة اوضح احد الوافدين انه يحمل مسئولية ما يحدث او جزء مما يحدث في الغوطة الشرقية للفصائل الموجودة عدم التوحد الاقتتال الذي يحصل بين الفصائل ايضا لازمنا معكم في هذه التغطية وفي هذه الصورة المباشرة عبر عين الجزيرة مباشرة ننقل لكم من خلالها اللحظات الاولى لوصول المهجرين من قطاع الغوطة الاوسط عربين والقرى والبلدات المحيطة بعربين اشتركوا في القناة اذا المشاهدين الكرام كما ذكرنا قبل قليل ان في اليومين الماضيين تم تهجير خمسة الاف شخص وصلوا الى هذه المنطقة الى مناطق الشمال السوري بوصول الخمسة الاف يكون النظام قد سيطر على حرستة بشكل كامل اليوم بدأ بتهجير القطاع الاوسط عربين والقرى والبلدات المحيطة بها شاهدنا في هذه الدفعة التي وصلت اليوم ان جل من وصل هم عبارة عن مصابين مرضى وجرحة حالات حرجة في الحقيقة ذكرنا ايضا انه تم تجهيز نقاط طبي من قبل مديرية صحة حماء الحرة وبعض المنظمات الطبية الاخرى لاستقبال هذه الحائلات العائلات اوضح لنا احد الاطباء ان كثير من الاطفال يعانون من سوء التغذية نتيجة الحصار الذي كانوا يعيشونه في مناطق الغوطة الشرقية ايضا مشاهدين الكرام منظمات المجتمع المدني لها حضور في هذه الساحة تحاول تقديم ما تستطيع من مساعدات انسانية للوافدين اليوم الى هذه الساحة ايضا بعد المنظمات قامت بتجهيز الحافلات ليتم نقل هؤلاء العوائل من النقطة صفر في قلعة المضيق الى مراكز اليواء المؤقتة في الشمال السوري شو تعمل هؤلاء تعمل 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 اشتركوا في القناة 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 الساحة متابعة الأمر أم أنكم تحتاجون إلى تكاتف منظمات من جديد؟ والله بحاجة إلى تكاتف أكثر يعني الأمر عداد كبير جدا الأشياء عم تقدم هون أشياء ما هي ترقى إلى المستوى الجيد يعني بحاجة إلى تظافر أكبر عدد من المنظمات حتى يصالوا إلى أماكن هون واستقرار هون ويتأملوا الحاجيات هون من ملابس وطعام وإلى آخره استاذ كسؤال أخير تحكينا على الأوضاع كيف شفتوها كون كون ماشيين بين الناس وعب تحاولوا مساعدته والله يوضع الناس جاي بحال يرسلها وضع صعب جدا جايين يعني أنا شفت حالات كثيرة جدا يعني أطفال معهم سوء تغزي نساء منهكات رجال منهكين وضع صعب بكل ما تعنيه الكلمين معنا الله تتعافي الله يعافي شكرا يزينا الله أحب مشاهدين الكرام التقينا مع أحد العاملين في هذه المنظمات الموجودة في هذه الساحة والتي تحاول المساعدة هؤلاء المدنيين التقينا أيضا بمدنيين من الوافدين التقينا أيضا بعدد من العسكريين الوافدين اليوم من الغوطة الشرقية تكلمنا عن أحوال الغوطة الشرقية وعن سنوات الحصار التي عاشها هؤلاء الوافدين اليوم نترككم مع هذه الصورة لوصول هذه الدفعة من مهجري الغوطة الشرقية صورة مشاشة صورة مشاشة صورة مشاشة صورة مشاشة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اذا مشاهدين الكرام مستمرين معكم في هذه التغطية اللحظات الاولى لوصول دفعة مهجرين من منطقة الغوطة الشرقية الى قلعة المضيق في ريف حماء الغربي السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضرتك احد الوافدين اليوم تحكينا عن الوضع الانساني كيف كان داخل الغوطة والله وضع مأساوي جدا كتير وضع وضع صعب جدا وضع قصف واجرام يعني شغلة وتمنينا نحن من العرب حدا يوقف معنا ما حدا يوقف معنا وبنتمنى هاي الفصائل هاي الفصائل تقوم تتحرك لاننا راح يلحق الدور مثل ما نحنا تهجرنا هلا واندبحنا ظلنا نحنا صنع شهر ونصف بالاقبية ما نحسن نرفع رأسنا دبحونا دبح هارونا هري فهن راح يلحق الدور نحنا نتمنى نتمنى ان هنه لا يوم يتحركوا يقربوا لانه ازا ما تحركوا راح يجوا عليه هن لحيا الدور متلنا نحنا هلا تركنا بلادنا وايجينا دبحونا دبح صرنا هلا نحنا صرنا حوالي 30 يوم ما بحسن يعني شو بدي عبر لك مخي واقف جدا يعني لو تحكي لي عن وضعك وضع أسرتك كيف كنت عايشي؟ أنا وضع أسرتك أنا عندي أربع أطفال صغار يعني مرأت علي أيام أبكي دم ولادي تحت بالأبو أنا أركض أركض أخط الجبهة أرجع أنا عم قايم أرجع على إيض ضربي عندي الأركض جنبين أجي أركض يعني كل لحظة أتوقع أنه ألاقي أشلاء وفي أشلاء كتير كتير تحت الأنقاض ما طلعوها شغلة يعني أدمى حكيت لك ما راح سنعبر لك شغلة يا الله يستور وليحنا نتمنى من هاي الفصائل يعني تتحرك ولك وين العرب؟ العرب وين العرب؟ وين العرب؟ طيب اليوم الدفعة اللي إيجا شو فيه ناس كمان بها تيجي؟ والله هلأ العالم كله بتهتيجي كل واحد بحسن يطلع بده يطلع ما عاد فيه مجال لأنه نظام أرض محروقة يعني هلأ صلوا يومين مهد قاعدينها بس الخيار الأخير اللي كان هو التهجير كيف استقبلته كيف لقيته هل كان هين عليكم؟ استقبلناه بمرارة صعب كتير يعني أنت أرضك عايش بيا كل عمرك تتركها وتمشي وهلأ عالم ترجع عليها ما ترجع عليها شغلة كبيرة يعني حاولنا شتى الوسائل ما حسننا ما غضرنا نهائيا نهائيا ولا حول ولا قوة إلا بالله نتمنى إحنا بركي هالفصائل تتحرك ترجع كل حصان للك وبركي الله إن شاء الله هيك منزلها النظام ومنرجع الحمد لله السلام الله يسلامك والله يزيك الخير إذن مشاهدين الكرام جميع المقابلات التي أجريناها اليوم مع الوافدين من الغوطى الشرقي تكلموا عن الوضع المأساوي وعن الظروف الصعبة التي يعيشها المدنيين في مناطق الغوطى الشرقية نترككم مع هذه الصورة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترفزت اشتركوا في القناة 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 شكرا 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 ايضا معنا اليوم احد المهجرين الذين قدموا في هذه الدفعة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته طيب انتو بعد ما طلعتوا من الغوط الشرقي عرفاني حال كل يوم لوين رايحين كيف راح تعيشوا دور الواء المؤقتة او المخيمات المؤقتة السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم وافضل الصلاة تم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين اخي والله العظيم ان احنا طالعين ما نعارفين حانا وين تجين يعرفين يعني شوفت عيناك ما نعارفين حانا باي منطقة يعني هلقيت ما يقولون انه نحنا بقلعة المذيق شوفت عيناك اطفال جوعاني ما في تغذية ما يعني قلبت علينا عيشة هاد الولد وليد الحصار اي والله هذا ابن اخي هذا ابن اخي انا تصور انه الولد هذا عمر سنتين عمر سنتين يعني شافوا الدكاترا هلاق انهبلوا فيه كيف كانت اوضاعكم انتي واسرتها كيف كنت عايشين والله العالم كانت اكثريتها كانت عايشة يعني على خبز الشعير على واجبة واحدة وامرها في عالم ما تاكلها ما طولها طيب كمهجر اليوم مهجر قسرا من الغوطة الشرقية كلمتك للمجتمع الدولي للفصائل للعالم باجمع اوه الشغلة نحنا راح نقوله لبشر الاساد يا دكتور بشر الاساد انت بدك تعمل حالك انه انا ربكم الاعلى لا نعارفينك دكتور لا نعارفينك رئيس مستلم انت كل شي الفكر حالك انك انت انت تصرت علينا بالغوطة والله العظيم فشرت انت وكل شي بيشد علي ايدك انت ما انتصرت بالغوطة عارفين وبنزن الله راح ننتصر عليك واذا مو اليوم بكرة واذا مو بكرة بعد بكرة بنزن الله بس انت طيارتك نحنا معنا الله بس انت معك طيارتك ما في بالاخير نحنا ما نشوف منو منو اللي الله راح ينصره عارفين وحسبي الله نعم الوكيل الحمد لله على السلام الله السلام عمرك يا رب الله يزيكم الخير يا رب اذا مشاهدي الكرام بهذا اللقاء مع احد المهجرين الواصلين الان من الغوطة الشرقية الى قلعة المضيق نكون قد انهينا اللقاءات في هذه الدفعة نترككم مع هذه الصورة اذا كما تكلمنا واسفنا مشاهدينا الكرام سبعة عشر حافلة تقل حوالي الف شخص وصلوا الى قلعة المضيق من الغوطة الشرقية التي تتعرض لهجمة بالطيران الحرب السوري والطيران الحرب الروسي تم تقسيم الغوطة الشرقية الى سلاسة مناطق يوم امس كان النظام قد سيطر على منطقة حرستة بعد تهجير اكثر من خمسة الاف شخص اليوم بدأ بتهجير عربين والمناطق المحيطة بمنطقة عربين التقينا مع مدنيين تكلموا عن ظروف الحصار عن السنوات العجاف التي كانت كانوا فيها ضمن الحصار تكلموا عن الهجمة الشرسة التي قام بها الطيران الروسي في الشهرين الماضيين التقينا مع منظمات المجتمع المدني الذين يحاولون تقديم المساعدة العاجلة لهؤلاء المهجرين التقينا ايضا امور مطمئة شرح عن الخدمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر